اريد ان اتقدم بالشكر لسيد الرئيس على هذا اللقاء الشيء وعلى دعمه لكرة القدم في الجزائر كما اود ان اشكر اخي زفزاف الذي تم انتخابه مؤخرا على رأس الاتحادية نحن نحضر لكي نجعل من بطولة كأس افريقيا لأقل من 23 سنة التي ستقام في جونفي بالجزائر البطولة الانجح في التاريخ الجزائر بلد ذو تاريخ كبير في كرة القدم وركزنا على مدى دعم الكاف والتزاماتها في العمل على تطوير كرة القدم عند الفئات الصغرى بالجزائر وكذا عند السيدات ونؤكد ان كرة القدم الجزائرية برهنت على انها من الاحسن في افريقيا وان لديها الامكانيات لكي تصبح من الافضل في العالم نحن فخورون بالمنتخابات التي ستمثلنا في قطر وكنا سنكون سعداء اكثر بتواجد الجزائر ومصر ونيجيريا رسالتي الى الجزائريين هي وجوب العمل سويا من اجل تطوير بعض المجالات المتعلقة بكرة القدم كما تحدثت مع سيد زفزاف انا ممتن للامين العام الذي عمل على تطوير هذه العلاقة لانه هناك مجالات تحتاج الى التحسين والتغيير وقد بدأت العملية مباشرة ذلك ان واجبي كرئيس لكاف يفرض ذلك اننا مولوعون بكرة القدم فكرة القدم تجمع بين مختلف الاثنيات والديانات وشعوب ونحن ملتزمون بجمع هذه الشعوب من خلال كرة القدم تطور كرة القدم وازدهارها مرتبط بتطور الاقتصاد ولكي نجعل من هذه الكرة الافريقية من الافضل في العالم يجب على الشباب التركيز على المستوى الدراسي كما ندعو القادة الافارقة الى تكثيف الجهود والعمل معا لتوحيد الشعوب الافريقية شكرا لك وشكرا لك وشكرا لك فالعالم سيكون لديه بس في الواقع والوطفال في هذا المدين والوطفال في الافريقية والاقبال في الافريقية